أيام قليلة تفصلنا عن الدخول الاجتماعي احتجاجات عديدة سجلت بعديد الولايات للمضاربة بالتنمية وتسوية المشاكل الاجتماعية أحياء رامي عانوا بالبزاف في قطع المياه تعبيط طرقات صرف الماء الصحي بزاف المشاكل عندهم في الماء الشاروب رغم أننا في منطقة غنية بالمياه نقص الإنارة العمومية حالة الطرقات الغير معبدة وأنت تعرف ما معنى الطريق غير معبدة وخاصة في الشتاء نقص مراكز البريد رغم أنه كان موجود في وقت ماضى فشل مسؤولين محليين في تسوية مشاكل المواطنين ومعالجة النقائس التي أثرت سلبا على حياتهم اليومية خاصة ما تعلق بتذبط بالتزود بمياه الشرب واهتراء الطرقات فضلا عن غياب الأمن وقلة المرافق الصحية والتربوية بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء مشاكل دفعت بالمحتجين إلى المطالبة بالرحيل الفوري للمسؤولين المتسببين في تأزم الوضع رانا في وقفة احتجاجية ضد رئيس البلدية احنا رانا غلقينها منذ يومين والمطالب انتعنا الواحدة هو يرحل رئيس البلدية هذا منا معتجين منه حتى حاجة مخصوصة من كلش رعدنا مدة سبع أيام وحنا مسكرين هذه البلدية من أجل طريق ومن أجل المركز الصحي راه مقلق منذ خمس سنوات مزير مجلس لينك أشفرملي ولا أسعاد رعدنا ذراري ولا حاجة مكانش ضغط الاحتجاجات الشعبية التي ما فتأت تتصاعد يوما بعد يوم يضع الحكومة أمام تحدي حقيقي خاصة في الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن